خلال نعقاد أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنظمة تحت شعار العدالة الجبائية جرى التأكيد أن تحديث الإدارة الضريبية يشكل مطلبا وضرورة رئيسيين لإصلاح النظام الضريبي الوطني هذه الأشغال قد سلطت الضوء على اختلالات النظام الضريبي كما ركزت على الدور المركزي للإدارة الضريبية كما جرى إبرازو أن المديري العام للضرائب قد ساهمت بفعالية في الحفاظ على التوازن الماكرو اقتصادي للبلاد مع متوسط نمو سنوي من إرادات الضرائب الإجمالية بلغ حوالي 5% على مدى السنوات الأربع الماضية أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات شكلت مناسبة أيضا للإشارة إلى أنه يتعين على النظام الضريبي أن يسمح بانتعاش الطبقة الوسطى ويعيد الدينامية لحركة الارتقاء الاجتماعي وجرت الدعوة أيضا خلال هذه المناظرة إلى إصلاح النظام الضريبي ضمن رؤية الجهوية المتقدمة من خلال وضع الأسس لنظام ضريبي قابل للتكيف مع الاحتياجات التنموية للجهات وتعزيز الالتقائية بين النظام الضريبي والمعايير والقواعد الدولية هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس ستمكن من تحديد معالم النظام الجبائي أحسن أداء وأكثر إنصافا وشفافية وتنافسية يقوم على وعاء ضريبي أوسع ومعدلات أقل ارتفاعا فضلا عن تكريس مبادئ دولة القانون في المجال الجبائي مع استلهام أفضل الممارسات على الصعيد الدولي لصاحب الجزيرة عام بدون الدولية وتعزيز الواقع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر